أجلت السلطات الفلبينية الآلاف من قرى ساحلية في وسط البلاد حيث من المتوقع أن يصل إليها إعصار من الفئة الرابعة مطلع الأسبوع محملا برياح قوية وأمطار غزيرة وقال مكتب التقس إن الإعصار نوكتنل معروف محلي باسم نينا كان قد حمل رياحا سرعتها 130 كم في الساعة لكنها تباطأت إلى 15 كم في الساعة وإنه يتحرك بين الغرب والشمال الغربي متجها سوى مقاطعة كامارينز السور في شبه جزيرة بيكل وتوقعت وكالة إدارة الكوارث أن يتسبب الإعصار في أمواج عالية وفيضانات في المناطق الساحلية والمنخفضة وتوجد مخاوف من نيارة أرضية على منحضرات جبلية ورفعت السلطات من مستوى التحذيرات من الإعصار في تسع مقاطعات على طول الساحل الشرقي وأوقفت السفر عبر البر والبحر والجو حتى ما بعد يوم غد الأحد لتجنب وقوع حوادث كما علق الآلاف من المسافرين خطتهم لقضاء العطلات وألغي عدد من الرحلات الجوية اليوم وغدا في المناطق الواقعة في وسط وشمال شرق البلاد كما أوقف خفر السواحل قوارب الصيد ويمر نحو عشرين أعصارا كبيرا بالفلبين كل عام ومنذ عام 1948 ضربت سبعة أعصير على الأقل البلاد خلال فترة عيد الميلاد